أتكلم على مستر مارسال كولر شوية في اليوم اللي جالي فيه الخبر أنه الأهلي خلاص بيحط الرتوش الأخيرة كلام ده 48 ساعة يمكن أو 72 ساعة قبل ما يتم الإعلام بشكل رسم يعني أنه خلاص الأهلي بيخلص مع مدير فني اسمه مارسال كولر مبتدت أنا أخش على الإنترنت وأبتدي أجوجل الراجل كده وأشوف مين هو مارسال كولر ده كان بالنسبة لي اسمه بصراحة يعني ما كنتش عرفه في التوقيت ده وابتدي أشوف السيفي بتاعه وأشوف الأراءة والتحليات الخاصة بفكرة مين هو مارسال كولر كانت واحدة من أكتر الحاجات اللي لفتت نظري في البروز أو في الحاجات اللي هي مع بتصوب في مصلحة مارسال كولر هي خدرته على تطوير الأداء الفردي يعني أي مدير فني أكيد طبعا بيشتغل جماعي وتكتك وخطة ودراسة منافس كل ده مفهوش لكن واحدة من أكتر المميزات اللي كانت بتمائز مارسال كولر واللي ابتدأت أنا شخصيا أحس إنها لها مرضود كبير جد هي تطوير الفردي أو تطوير مستوى الفردي للعابين وده ظهر الحقيقة من بداية الموسم في نجوم طبعا متقلقين والراحة السلبية اللي خدها الفريق سعادتهم بشكل كبير جدا هم يستعيدوا مستوىتهم مرة تانية كلمكم عن النجوم زي سلية معلول حمدي فتحي ديانج وغيرهم من الأسماء يعني بدي على سبيل المثال لكن لما تيجي تشوف إيه اللي حصل مثلا مع لعيبة زي كريم فؤاد لغاية قبل ما يتصاب محمد هاني النهاردة عامل إزاي في الملعب محمد شريف وأنا ليه قفل مع محمد شريف في الجولين اللي جابهم تحديدا مبارح منهم جول هو الأفضل في المباراة يعني ككورة أنا بشوف واحد من أحلى الإجوان اللي دخل الأهلي الموسم ده جول التالت تحديدا تيجي تشوف حسين الشحات لما تيجي تشوف كهربا رغم أنه راجع بعد غياب طويل جدا لكن تحس أنه كأنه ما سابش الملعب يعني لا في مطش سموحة ولا في مطش الزمال لكن بارح تحس أنه كهربا بعيد بقاله ستة شهور فبالتالي ابتدى يتضح بشكل كبير جدا قدرة قدرة مارسل كولر على أنه يطور المستوى الفردي للعيبة وده حصل في وقت قليل جد يعني ننتظر طبعا قادمي بقى أفضل يعني خدوا بالكم تتكلموا على الراجل ما بقالوش شهرين ثلاثة فان شاء الله بإذن الله لما التجربة تاخد فرصتها والدنيا وتستوي كده زي ما بنقول باللغة الدرجة يعني أعتقد الراجل ده ممكن ينقل الأهلي في حتة تانية خالص ده نمرة واحدة